أكد وزير الصحة دكتور جمال الحربي دعمه مقترح الجمعية الطبية الكويتية الرامي إلى تغليض العقوبة على المعتدين والمسيئين لمقدمي الرعاية الصحية المطروح حاليا أمام مجلس الأمة وقال الحربي إن كرامة وسلامة مقدمي الرعاية الطبية في البلاد من طباء وهيئة مريضية وفنيين وإداريين هي من كرامة الوزير والوزارة مشددا على أن الصحة لن تقف مكتوفة الأيدي أو صامتة أمام أي حالة اعتداء تحدث مستقبلا